يتوقع أن يبدأ في إسرائيل مطلع العام المقبل تسويق سيارات كهربائية على نطاق واسع بعد أن تستكمل الشركة المنتجة لها إقامة محطات للتزود بالطاقة الكهربائية عبر شبكة الطرق الإسرائيلية وتقول الشركة التي يملكها مليونير يهودي أمريكي أن اختبار مئات السيارات الكهربائية سيجري في وقت لاحق من هذا العام قبل طرحها للبيع وتضيف الشركة أن شحنة البطارية الكهربائية للسيارة تكفي لقطع مسافة 160 كم لكن الشركة لم تحدد بعد ثمنا لهذه السيارة واكتفت بالقول أن سعرها لن يتجاوز سعر السيارة العادية